السلام عليكم ورحم الله هنكمل ان شاء الله في محاضرة النهاردة اللورليم فراكشارز وهنبدأ بال li premi بس قول ما نخش في Module Fracture عاجبر ونعلم منطقة listera فيمار اصلي بيعرفها في الكتاب انها المنطقة اللي بيكون فيها الفن分 fined قدامي في الرسمة والشكل ده كده upside down funnel shift مقلوب و بيديها تعريف تاني المنطقة بين 티افيزيال وجن karışجزياد الى الارتي يطرر نحن نعلم ان ان البون هناك متافيزياد و買ث و كلي المسافة منهم كالتي تبدأ من عندها المتافيزيال ty instincts بيقوللي في الابديميولوجي انها تحصل بعد 6% من الم enca Scout 6 فهمير فراكشرز بيكونوا ديستال فيمر فراكشرز في الشباب بتبقى بسبب هاي انيرجي ترومة واحد بلعب كرة حادثة آنياكن وخمسين في المئة منها بتكون انترا ارتكولر وتلتها بتكون بولي ترومة وخمسها بس هي اللي بتكون ايزوليتد تكون في الديستال فيمر بس في كبار السن بتحصل بسبب لو انيرجي ترومة بسبب ان في عندهم استيوبروزز الميكانيزم زي ما قلنا بتحصل في الشباب بسبب هاي انيرجي ترومة معها في كبار السن بتبقى بسبب لو انيرجي ترومة ويبقى معها لس ديستال الكلاسيفيكيشن ليها اتنين الكلاسيفيكيشن اما دسكريبتف او الاو تي اي دسكريبتف ده حسب المكان يعني لو الكاسر ده اللي اتنين دول اسمهم الكونديلز بتاعت الفيمر لو الكاسر فول كونديل بنسميه سوبرا كونديلر لو الكاسر وصل لحد الكنديلز تحت بنسميه انتركنديلر طيب الاو تي ايه بيشوف هل الكاسر متد لي الجوينت ولا الكاسر برا جوينت فاما تكون اكسترا ارتكولر زي الصورة دي هنا كده او ان يكون برشة يعني ايه يعني في جزء من ارتكولر بارد اتعزل تماما وفي جزء لسه ممتد مع الشافت زي الصورة دي كده يعني الجزء ده كده خلاص تعزل ولكن الجزء ده كده من ارتكولر بارد لسه مكمل مع الشافت واخر حاجة كمبيت ارتكولر زي الصورة دي كده يعني كل الارتكولر بارد انفصل عن الشافت الحتة دي كده مفصولة وطبعا زي اي فراكشر ممكن يكون اما او 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 فراكشر قبل ما نتكلم عن البطو ميكانيكس سناخد نبضة صغيرة عن الاناتومي افنيجوينت عندي دي الفيمر ودي الباتلة دي التبية ودي الفيبيولة بيمسك عندي من فوق هنا بيعمل انسيرشن في الباتلة عادة باسمها الكوادرسيبس ايه الاكشن بتاع الكوادرسيبس ده؟ بيعمل فليكشن للثاي فليكشن للهيب جوينت واكستنشن للني جوينت يعني لو انا واقف كده واقف فارد رجلي انا ببص الوقت لاترة فيه ده بيخليني ارفع رجلي كده فعملت فليكشن للهيب جوينت وعملت اكستنشن للني جوينت افترضا ده بقى ان ده الهيب ودي النيو كده يعني معلش فويته الرسم المهم انا لما اعمل كده شكل الفيمر اللي بيحصل الفيمر بعد ما كانت على الارض طلقت لفوق يعني العضلة دي الاكشن بتاعها بترفع الفيمر اللي فوق بترفع اللي انا عاوزه بقى دي الاكشن للفيمر بترفعه الفوق ولما اعمل اكستنشن للني جوينت بتبقى الباتلة بعد ما كانت لتحت بعد ما كانت لتحت كده بتفرد بتطلع لفوق هيا كمان زي الشكل اللي احنا شايفينه طيب ده بوستيرو فيو وده عندي الني جوينت ماسك في البوستيرو بارد عضلات اسمها الهامسترنج العضلات الخلفية وظفتها ايه؟ وظفتها عكس اللي فاتت عكس الكوادرسيبس يعني انا لو واقف كده ورجلية مفروضة بتعملي بقى ايه؟ بتعملي اكستنشن في الصاي وفليكشن في الني فابقى واقف اعمل كده خلاص قدل اكستنشن في الصاي وبعدين فليكشن في الني الرجل مرفوع على الورا كده ورجله قف على الارض الوحدة يعني بتعملي في الفيمر بتنزل الفيمر لتحت بتشد الفيمر لتحت وبتعملي في البتلة بتشد البتلة لتحت اخر حاجة خالص عندي عضلة تمسك هنا في الجزء البستيرو من الفيمر اسمها الجستروكنيمياس العضلة نزلة تحت في اللج دي صورة لها قادر جستروكنيمياس جاء من اللج عشان تمسك في جزء البستيرو من الفيمر اسف انا قلت انها جاء من تحت لقى هو الاريجين بتاعها فوق اعاوز اضيف ان هناك عضلة تمسك على البستيرو سيرفس هنا بالضبط هنا جاء من الهبون وبتمسك هنا اسمها الدكتور ماجنس وظيفتها تعمل ميديا الروتاشن للصوي يعني من الاخر بتحرك الفيمر كيف تحرك الفيمر كده نحية ميديال بعد ما فهمنا في الاعنات حياة لو حصل عندي دي ستال في شاع اضيف ما الذي يحدye بناء العضوات حينфكر الفيمر عند حينغم دي ستال فراكش H iqué غير ميدي حتى بدون فوق ما ما فيه هي الكواتريسيمس والعضلة اللي ولي اسمها الهمسترنج اللي جاIE من فوق مسكة في ال بوستيرول بارت وفي مرض 0aji وهي كمان واحدة مسكة جنبها اسمها الدكتور ماجنس وفي واحدة جاية من الثانر لتمسك في ال بوستيرول بارت وفي مرض اسمها جاستركوناميس نبدأ بالهمسترنج ستشغلائ 노تاج بتعمله экستنشن في الصي وفليكشن في ال ني يعني ايه تأثيره على الفيمر يعني بتشد الفيمر لتحت بدل ما الفيمر كانت مثلا واحد فارد رجله كده لا هي بتشده لتحت بقى بتبقى في الوضع ده يعني لو انا عندي الفيمر هنا كاملة هي تسحبها لورا كده طيب لو انا عندي كسر هتقوم سحب الجزء ده بس لورا والشافتة يفضل زي ما هو فده بالفعل اللي بيحصل هي بتقوم سحب الجزء اللي الكسر ده كده لورا فتعزله عن بقية الفيمر دي كده الهامسترنج طيب الكوادريسيبس كانت بتعمل ايه كانت بتمسك هنا كده عشان تعملي فلكشن للصاي واكستنشن للني يعني بتعمل ايه في الجزء ده من الفيمر بترفعه بتشده لفوق يعني لو هي فيمر تاني كاملة كده سواني لو انا عندي الفيمر كاملة بتيجي هنا الكوادريسيبس تمسك فيها عشان تسحبها لفوق تعملي فلكشن للصاي طيب لو الجزء ده مكسور هتعمل ايه؟ هتشد الدستالبرتق فيمر بس هتشد الجزء ده بس طيب هو مسحب الورا بالهامسترنج بتقوم هي بقى ايه؟ تشده تجي تشد فيه تلاقي دي قدامها فتقوم تطلع الفوق زي ما احنا شايفين في الوضع ده الاول كان الهامسترنج حطاها تحت كده بعد ما سحبتها الورا فجات الكوادريسيبس سحبتها الفوق فقامت تطلع كده زي ما احنا شايفين دي قدام طبعا لو جئت سألتك عن اللينس بتاع الفيمر دلوقتي اكيد طولها اقل بيحصل شورتنج في اللينس بتاعها نتيجة الاكشن بتاع الكوادريسيبس والهامسترنج طيب كان عندنا عضلة اسمك جاس روكنيميس جاية من ورا ومسكة هنا كده لما تيجي تشد الجزء ده بقى اللي هو ورا هتقوم سحبه الايبكس بتاعته في الايبكس هتقوم سحبها كده ستبقى الايبكس نحية بوستيريور والبيز اللي هي ده ستبقى نحية انتيريور هوا رهيالك في صورة تانية مثل ذلك بالضبط البيز نحية بوستيريور فده يعمل لي شكل مميز جداً اسمه ريكرفيتم هوا ريكو صورتنج ادي عاندي الليج النورمال ده شكلها وده شكل ريكرفيتم يعني بدل ما هو بقى وبرزة عنده البروزة الوره هذا بسبب انها سحبت الجزء الفركشورد الذي سحبته عليها كان هناك عضلة تمسك في الجزء في البستيروبرت هنا وتعمل ميديا الروتيشن اللي هي مين؟ اللي هي الدكتور ماجنس طب لو انا عندي جزء فركشورد الشافت اوفيمر اتعزلت والجزء ده بقى موجود لواحده يبقى تلف على الفاضي ولما تلف على الفاضي هيبقى كل البروز اللي وراه ده نحية لاترال ده كل ده يلف معها بس الشافت اوفيمر ثابت مكانه بيبقى ده كده شكلها بالضبط اسمه فيروس تعمل لي قوس كده ناحية برا تبقى الرجل مقوسة كده بسبب ايه ان الجزء فركشورد هو اللي بلف والشافت اوفيمر ثابت ما اعمال شروتيشن طيب الكنيكل بيكتشر؟ بيجي العياني يديني هستور افتروما بعدين فيه بين بقى ومش قادر يشيل جسمه مش قادر يقف عرجله في تندرنس في سويلنج شكله من بره فيروس او فالجاس الفيروس اللي انا قررتها لك ده ليه رجله مقوسة كده وفالجاس العكس ليه ليه عاملة كده ولو الكسر ده ممتد ليه الني جوينت فيه انترا ارتكولار انفولفمنت بيقى معايا ني افيوجن وبيقى معايا واندوز لو ده وانفراكشور الانفستيجاشنز بنعمل اكس راي و سيتي ومهم جدا جدا نعمل نيورو فاسكولار اجزام ليه؟ لان الني جوينت فيه ارتري مهم اسمه البوبليتية الارتري فلو انا حصل معايا ديسبلسمنت في الني جوينت لازم ضروري ان انا اعمل نيورو فاسكولار اجزامز ده عشان اتطامن ان البوبليتية الارتري مجرلوش حاجة بعمل انجيوجرافي لو مفيش بالس بقى شوف الديستال بالس لو مش موجود يبدأ انديكيشن ان فيه فاسكولار انجري بيأكد تاني انه غالبا بيكون مع اي دسلوكيشن فيه فاسكولار انجري فاخد بالك بعد كالتريتمنت تريتمنت بيتقسم حسب نوع العيان يعني لو العيان جاي ماشع رجله مش جايبينه على نقالة مفيش دسبلسمنت مفيش خلق في الحالة دي ما بنعملش عملية بيبقى نان اوبراتيب تريتمنت بنعمله ايه؟ بنعمله اسكليت التراكشن زي ما هو واضح في الصورة دي كده بتثبت الكسر وبيتقل عليه بحاجة من هنا كده عشان العظم يبقى ثابت بعد كده الوبراتيب تريتمنت اهدافي ايه من الوبراتيب تريتمنت ان انا ارجع الاناتوم الطبيعي للعظمة المكسورة ان انا ارجع طول الطبيعي للعظمة مش نقلنا اني بحصلها شورتنينج برجعها تاني برجع الطول طبيعي اعمل استابل انترنال فكسيشن وانا انا انجز بسرعة انترنال فكسيشن لو انا عندي انفيكشن بقى اقوم مسبته باسترنال فكسيشن لحد بحاجة بهيئه للسيرجيري انترنال فكسيشن انترنال فكسيشن انترنال فكسيشن او لحد ما العياني يكون استابل في النوع ده من الفكسيشن بنحط المسامير السكروز او البنز بنحطها في الفيمر وفي التبية بس بعيد عن المكان اللي احنا هنشتغل فيه بانترنال فكسيشن بعديه يعني بحطها في الميد في الميد البرتوفزة فيمر وبحطها في التبية بتبقى بعيد جدا عن مكان الكسر وبتكون زي ما في الصورة دي كده ادي البنز هنا في الفيمر وفي التبية بعيد خالص عندي عن المكان الكسر وهذه البار اللي موجود وظيفة الاكسترنال فكسيشن هو بس مش اكتر ده حد ما يكون جاهز للانترنال فكسيشن بيأكد علي ان انا يكون حريص ان البنز تكون بعيدة عن الارية اللي انا هعمل فيها انترنال فكسيشن تاني نوع معانا نستخدمه لو انا عندي لازم افتح والدسبلسمنت في الغالب بيكون معا ثالث حاجة لو انا عملت بس الكسر لو انا عندي طيب بعد العملية بيقول لي يقول لي يعني فيه اكسرسيز بيعملها بتساعد على الهيل بعد العملية مباشرة ما بيدوسش على الارض خالص لمدة 6 الى 8 اسابيع ولو انا عندي بيبقى من 10 الى 12 اسبوع وفي خلال المدة دي لازم اعمل كوادرسيبس وهمسترنج اكسرسيزز عشان ما يحصل لهم شي اتروفي في الفترة اللي انت قاعد فيها ما تتحركش اخر حاجة معانا ريترو جريد انترا مدالا رينال وده بنستخدمه في حالات الاكسترا ارتكولر فراكشور يعني الفراكشور ما وصلش لي الجوينت لو وصل الجوينت بنستخدم النوع التاني طيب الانديكيشن لو عندي صوبرا كوندايلر فراكشور بس لازم يكون فيه ولكن لازم يكون كبير ليس متفتفة واحسن حد تعمل معه الناس اللي عندها استيوبروزز الناس اللي هو صعب انك تقعد تخبط فيها وتضعها مسامير في كل حية عظمه وتكسر من الواحده اصلا انت بتستخدم معاه بيقول لك برده ان كان زمان بيعتقدوا ان لازم يكون فيه اربع سنتي من الدستال فيمر يعني الدستال فيمر لازم يكون فيه اربع سنتي انتكت مفهمش فراجمنتشن بس دلوقتي يبقى الرقم ده اقل من كده بكتير يعني لو فيه فراجمنتشن بنحط سكروز وبنتعامل بقى اقوليكو انا مشان دلوقتي جميل لها جميل لها جميل لها هنا. واضح برضو هنا لنحايا دي. لو في ايه فرجمنتشن هتطلع مسامير كمان هنا. اخر حاجة بقى معنا الكمبليكيشنز اول حاجة معنا مال يونيون رقم اتنين سيمتوماتيك هاردوير المسامير وشراح لها مركبها دي عاملة مشاكل. اه بتعمل اه مع الاليوتيبيال باند. الاتي باند دي تقريبا الاليوتيبيال باند. فبتعمل لي بين اثناء الفليكشن والاكستنشن افني. زي هنا في الشكل ده كده. والسكرو بيعمل لي اريتيشن. طويل بزيادة والطول خارج بره فبيعمل لي اريتيشن في الميديال. وبيقول لي هنا عشان اختار الاسكرو المناسب الطول المناسب للسكرو. بطلب العيان ان هو يعمل لي انترنال روتيشن تلاتين درجة. وبعمل له انتيرر بوستيرر راديو جراف. تالت حاجة معنا النون يونيون. النون يونيون بيحصل فيه تسعة تاشر في المية من الحالات. وبيكون فيه الميتافيزيلا الارياء. ولكن الارتوكولار بورشان بيكون هي اللي خلاص. الميتافيزيلا الارياء بس هي اللي بيحصل فيها النونيون. وده بيحصل بسبب الكمنيوشن او البونلوس. طبعا النونيون بيقل وزلس انفيزيف تكنيكس يعني ايه? يعني لو عندك قبل كاشة ودقيت فيها المصمار هتستحمل. المصمارين هتستحمل. لقيت عشرة خلاص بقى معاشي قبل كاشة. فانت يعني مش مش بكتره هو يعني بتساعد اكتر في اليونيون بتال ازال. طيب لو حصل معايا بنعمل ايه? بعمل بس خد بالك ما تعمليش نفس الطريقة بتال الفيكسيشن اللي عملتها اول مرة غير بقى. الطريقة دي عملت لنونيون. اعمل طريقة تانية بطريقة غير اللي انت عملتها الاول مرة. ووتو جرافت بتاخد جرافت من بره بتحطه مكان الحتة اللي ما حصل لهاش نونيون دي. رابعة معانا الانفكشن. بتشيل التشو اللي حصل في الانفكشن ده بتشو الميت ده. بتاخد كالشر وتدي اسميسيفك انتبيوتك. ولو بتعمل هاردوير ريموفال يعني بتشيل السكرو بتشيل الحاجات اللي انت حضرت هذي اصلا. خمس حاجة انه الزراع دي فشلت اصلا. ده بيحصل في تسع في المية من الحالات. ولذلك بيونصح بانك تستخدم التيتانيوم بليتس اكتر من انك تستخدم الاستاملس ستيل بليتس. واخر حاجة خالص ممكن نحصل معي بوست تروماتيك اثريتس و جوينت كده نكون خلصنا محاضرة النهار. سلام.